هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع والترزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع السلام عليك حياتك الله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة الدا الرنك تحديث 1.03.3 اللي نزل اليوم الثالث من رمضان انقطعت سيرفرات الونلاين ولعل بعضكم يتوقع ان احد افضل الاسلحة اللي يستخدمها ضعفت او شي بس حبيت ان ينزل هذا المقطع القصير وابشركم انه ما صار اي شي حرفيا في اللعبة غير ان التعديلات كل اللي صارت تدور حول الجنرال رادان طبعا في تحديث سابق نزل ولعبه في رادان وضعفه بسبب ردود اللعبين خصوصا اتوقع اغلبهم اللي يلعبون بشخصية الميلي مثل الفيقابوند او الهيرو اللي هي المسافات البعيدة سحرة ما توقع عندهم اي مشكلة مع رادان او مع اغلب البوسز المهم طبعا كل اللي صار انهم رجعوا عملوا لها بالانس او موازنة في ضربات الهيت بوكس وبعض الضربات اللي ينفذها بعد ما ضعفوها حسوا ان البوس صار سهل بزيادة وحير رجعوا يسون بالانس للموضوع لاهم اللي مصعبينه كثير ولاهم اللي مسهرينه كثير بالنسبة للي لعب اللعبة من اول ما نزلت وهزم ارادان في البداية تتوقع انه عانى شوي معاه ولكن صراحة الجنرال ارادان من اسبته جدا القوة ويستاهل كل البوف اللي صار له واذا ما زلت تعاني معاه نصحك انك تشوف هذا المقطع نزلت فيه طريقتين انك تقتل فيها البوس من طريق بعض التلزمن او القلادات اللي تستخدمها من مسافات بعيدة بالبوء وبس يا شباب لا تنسوا اللايك اشكر من تنسبين القناة هانتر بندر ومشاري والشكر موصول لكل من دعمني بلايك وكمنت ونشوفكم ان شاء الله بمقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته